عودة الخلاف بين الرئيس هادي ودولة الإمارات هذه المرة تحت لافتة الحديدة مصدر عسكري حكومي قال لموقع المصدر أونلاين إن الخلافات بين الرئيس والإمارات في أوجها بعد أن أعلنت الأخيرة منفردة إيقاف معركة الحديدة دون العودة للرئيس وللحكومة المصدر قال أيضا إن الرئيس وجه ألوية رئاسية بالتحرك نحو الحديدة للمشاركة في عملية التحرير لكن الإمارات رفضت بحجة أن مجامع طارق صالح العسكرية ستقوم بالمهمة أضاف المصدر أيضا أن هذه الخلافات قد تدفع الرئيس هادي إلى إعفاء الإمارات من التدخل في اليمن ورفع الغطاء عن عملياتها إذن توتر جديد بين هادي والإمارات وصف بأنه الأقوى منذ أزمة سقطرة قبل أسابيع ويبدو أن ما أصلحته الجلسات الودية بين هادي وابن زايد لا يصل لعمق ما تعانيه المناطق المحررة من ازدواجية في القرار والأدوات فالإمارات تملك دولة موازية للدولة الشرعية تشكيلات عسكرية وقوات أمنية ومجلس ظل سياسي بالإضافة إلى السيطرة على منشئات اقتصادية استراتيجية كبلحاف وموانئ عدن والمخى ومضيق باب المندب الرئيس هادي من جهاته يعقد اجتماعات يومية مع قادة الحكومة ويحاول ترميم البيت الداخلي للدولة بعد هجران طويل يصطدم بمعوقات كثيرة منها عدم الاستقرار الأمني والسياسي وعدم انتظام عجلة إرادات الدولة والأشد من ذلك الألغام التي تضعها الإمارات أمام تعزيز حضور الدولة بعد هذا اللقاء لم يتغير الوضع كما كان يأمل كثيرون باستثناء السماح لهادي بالعودة إلى عاصمته عدن وما دام أن شروط العلاقة لم تتغير فإن الأمل ضعيف بوقوع تغيير على الأرض الأمر الذي تؤكده الحديدة وستؤكده عدن وأبيا وشبوى خلال الأيام القادمة